وقت اللي جاتني و جاني المقترح لرئاسة المؤسس فرحت قلت والله هذي كيفانة يمكن يسر نجم نعم معه حاجة بها فهمت للمؤسس وحاولت لكن بتباعت الحال من بعد جفيني أنت غاد خطيبها على غيالتي الواقع من بعد اللي هو شما كان اللي هو كلهم كبعاظهم معانتها كلهم كبعاظهم ما يلوجو كان على المناصب وما يلوجو كان على لم يكن لديهم فكرة الإصلاح ولم يكن لديهم فكرة الإصلاح الشامل ومعناها كان فخ الفخ هذا كان لديهم اسم رنان للتلفزة الوطنية على أساس في كل الحالات نضع إيدنا على التلفزة الوطنية هؤلاء اسم رنان وطيع ويسمع الكلام وما هو معروف عليه اللي هو معناها لسن وموذي أعرف عليه رجل طيب يجبوا ابنه يجبوا رواحهم أمام رجل عينوا بشيخه قرارات وعينوا بشيصلح وعينوا بشي ينتج وطلب إصلاحات تشريعية ما مشاهوش فيها وطلب أنه ما يدخلوا لشفي خدمته فيما يخص الأخبار ولا فيما يخص قسم الأخبار وطلب أنه يكون ويقف على سقيه في قضية كاكتوس الذي يوسف الشاد كان ناوي ولا كان يحب من خلال عديد الشخصيات ومن خلال عديد الوزارات كان يحب أن يدخل إلى تسوية وفي الحقيقة قلت على رقبتي لم أفهم أي شيء اسمها التسوية وأنا رئيس مدير عام للتردزة التونسية وهي قضية أم بالنسبة للنقابات وقضية مفصلية قلت أسمع القضية هو مجرعة بعد ذلك لا أستطيع أن ننخرط فيها في التسوية الخيار وقتها كان سياسي لا أريد أن ننخرط فيها